كتير منكم بيقلي انه لما شاهد فيديواتك بحس حالي فهمين كل شي بس بعد كم ساعة او بعد كم يوم بنسك كل شي بالفيديو في عدة مشاكل وان شاء الله لحنحلى سواه بالترتيب بهذا الفيديو رملتلكم بحس عميق واخد معي كتير وقت ورح شارك معكم الكتب اللي استعانت فيها ليالي بحبي يقراها ويتعمق فيها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم نور من ماستر انجليش وكتير بتصير معي بشوف فيديو على الانترنت بكون في عنده افكار مجموعة بطريقة رائعة بطريقة هائلة وبيوصل فيه لنتيجة مثيرة للاهتمام بحس حالي بعرف كل الافكار اللي عرضت بالفيديو بس بعد كم ساعة بالكاد بقدر اتذكر النقاط الاساسية واذا طلب مني انه اشرح الفيديو بالتفصيل بفشل بالموضوع وهذا الشي بيصير بكتير من الوقات لما خلص من مسلسل او فيلم او من قراءة مقالات او صفحات من كتاب عم بقرأة انا وبنص المشاهدة او القراءة بقول لحالي انه ايه انا فهمين الموضوع ايه انا عم بعرف كل شي عم يصير ايه انا حفظت كل شي بس الحقيقة لا الحقيقة انه بشعر كأني بعرف شو الموضوع بس ما فيني اشرحه كأنه عم اخدع حالي بالتفكير انه انا بعرف الموضوع من كتاب learning how to learn تعلم كيف تتعلم للبروفيسورة باربرا اوكلي بجامعة كاليفورنيا سانديييجو اشارت الى عدة اوهم الكفاقى بالتعلم يعني لما تحس حالك فهمين بس بالحقيقة انت مش فهمين اول واهم هو انه رؤية المعلومات امامك هتحسحلك انت تعرفها بس هدا واهم انت ما بتعرفها رؤية المعلومات امامك لا يعني انك تعرفها تاني واهم رؤية او سمع شخص ما عم يوصل لاستنتاج ما بيعني انك انت تعرف كيف توصل لهالستنتاج او انك تشرح حجته تلت نقطة البحث عن شي على جوجل بيعطي وهم انه المعلومات موجودة بعقلك وانه انت بتعرفها بس هالشي مش صحيح رابع نقطة القضاء الكثير من الوقت مع مادة لا يعني انك تعرفها ما الهدف حسس حالي بالقهر والاحباط مشان هيك بالفيديو لحشرح الحلول اكيد رابط هيدا الكتاب وغيره من الكتب اللح اسكرة موجودة تحت بصندوق الوصف للي بحب يتعمى اكتر الفيلسوف مورتمير ادلر صاحب كتاب how to read a book كيف نقرأ كتابا قال الشخص الذي يقول انه يعرف شي لكنه لا يستطيع التعبير عنه عادة لا يعرفه هذا هو الفرق الاساسي بين الشعور بالمعرفة وفهم شي ما انجد بالصورة الشخص اللي يشعر بالمعرفة يقول اعرف لكن لا استطيع شرحه والذي يفهم المعلومات عن جد يقول ساشرحها بعمق اذا كيف من المفترض ان اكون رأيا او افهم شيئا وانا عم دل انسى كل المعلومات اللي اخدها احد الاسباب الكتير اللي بتخلي الناس يواجهوا صعوبة بشرح مقاطع الفيديو او الكتب او المقالات هو انهم ببساطة لا يتذكرون الامر يستحق اذا ان نفهم كيف تعمل الذاكرة هناك جزءان رئيسيان للذاكرة الذاكرة قصيرة الامد short term memory والذاكرة طويلة الامد long term memory اكتشفنا مؤخرا ان الذاكرة طويلة الامد هي مقر الفهم فهي لا تخزن فقط الحقائق بل ايضا المفاهيم وكيف بتشوف الحياة يقول الكاتب نيكولاس كار صاحب كتاب The Shallows الفهم والذكاء مستمدان الى حد كبير من المفاهيم التي اكتسبناها على مدار فترات زمانية طويلة تخيل الذاكرة طويلة الامد مثل الاستثمار فمع جمع المزيد والمزيد من المفاهيم نكتسب فكرة عميق وبصيرة بمرور الوقت وكأنها تبدأ في الاتصال ببعضها البعض مما يزيد من فهمك للعالم اضعافا مضاعفة بمرور الوقت لكن هذا هو المفتاح للحصول على معلومات يجب ان تصل الى ذاكرتك طويلة الامد في المقام الاول لكنها تمر عبر جزء من الذاكرة قصيرة المدى تدعى الذاكرة العاملة اذا حتى توصل المعلومة لذاكرة طويلة الامد يجب ان تمر في الذاكرة العاملة تحتوي الذاكرة العاملة من مكانين الى اربعة حيث تقوم بمعالجة المعلومات وهي بمثابة عنق الزجاجة لمقدار المعلومات غير المحدود من حولنا المشكلة هي ما ان نتمسك بمعلومة او اكثر في الذاكرة العاملة يمكن ان تتلاشى بسرعة اذا لم نستمر بالتفكير والتمرين في المعلومة بمعنى اخر اذا لم نتصارع مع الافكار الموجودة في ذاكرتنا العاملة لفترة ممتدة من الوقت فلم يتم ارسالها مطلقا الى الذاكرة طويلة الامد ببساطة تختفي المعلومات اسلوب حياتنا الحالي يجعل عملية نقل المعلومات من الذاكرة القصيرة الى الذاكرة طويلة الامد صعبة نحن تنهال علينا اشعارات ومعلومات جديدة كل يوم وكل ساعة لا يوجد اسوأ من هذا بالنسبة لذاكرتنا بمجرد ان نملأ هذين المكانين او الاربعة في ذاكرتنا العاملة ثم نغرق في معلومات جديدة تتشتت قدرتنا على معالجة وعلى الاحتفاظ بالمعلومات وهذا جزئيا سبب شعورنا اننا نعرف الكثير لكننا نفهم القليل جدا لاحظ معي نتصفح الكثير من المعلومات ثم بالكاد نتذكر اي منها المعلومات تقفز الى الذاكرة العاملة فقط ليحل محلها الشيء التالي ثم الشيء التالي ثم الشيء التالي والقليل جدا منها ان وجد ينتقل الى ذاكرتنا طويلة الامد ولكن ليست فقط المعلومات الكثيرة التي تؤثر على قدرتنا على تذكو الاشياء تعدد المهام مالتي تاسكين أي القيام بعدة مهام بنفس الوقت وبنفس السوق ادمغتنا مصممة للتركيز على شيء واحد في وقت واحد عندما نقوم بمهام متعددة بنفس الوقت كل ما نقوم به فعلا هو التحول بسرعة من مهمة الى اخرى بينما يكافح عقلنا لتوصيل اي شيء للذاكرة طويلة الامد عندما نستمر بالتنقل من مهمة الى اخرى والتحقق من الاشعارات على الهاتف والايميلات كل تنقل يشبه اعارة تركيب للذاكرة العاملة من الصفر لا يعطي وقتا للمعالجة الاعمق اذا ما هو الحل؟ الحل الاول هو القضاء على اولا تعدد المهام اي القضاء على فعل اكثر من شيء واحد بنفس الوقت مثل الحفظ ومشاهدة التلفاز بنفس الوقت القضاء ثانيا على الملهيات مثل الهاتف او الاماكن التي يوجد فيها اطفال مثلا والقضاء ثالثا على تيارات المعلومات التي لا تتوقف مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومثل مواقع الاخبار كلها تزودنا يوميا بتيارات معلومات لا نهاية لها الكلام اسهل من العمل انا عالم نحن جميعا ندرك جيدا في هذه المرحلة ان مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار والالعاب تستغل علم النفس حتى ندمن عليها ومن الصعب مقاومة ارتفاع الدوبامين وهو هرمون السعادة الذي يأتي من التحقق منها الآن اذا استطعت ان تترك جميع الملهيات وحصلت على مصدر واحد للمعلومات مثل الكتاب مثلا نعم سوف اتعلم الالوان وهذا هو الشيء الوحيد الذي تركز به الآن كيف تتذكى المعلومات التي تقرأها؟ كيف يمكنك ادخال معلومات الكتاب الى ذاكرتك طويلة المدى لتصل لمرحلة يمكنك من خلالها شرحها مرة اخرى لشخص ما؟ ساشرح اهم ثلاث اساليب التي تساعد على ايصال المعلومات للذاكرة طويلة المدى اول طريقة او اول اسطوب هو ريكول استرجاع ثلاث اسلوب هو تقنية فاينمان وثالث اسلوب هو التكرار المتبعد لنتحدث اولا عن الاسترجاع ما هو هذا الاسلوب؟ بعد ان تقرأ او تشاهد اي مادة عليك النظر بعيدا وتتذكر ما تستطيع مما شاهدته او قربته في تجربة قام الطلاب الذين درسوا النص ثم استرجعوا النص بتذكر اكبر قدر ممكن من المعلومات وتكرار عملية الاسترجاع في دراستهم فتعلموا اكثر بكثير من اقرانهم الذين درسوا النص ثم انتقلوا الى شيء اخر او اعادوا قراءة النص مرارا وتكرارا ممارسة الاسترجاع امر غير بديهي بالنسبة لمعظم مستهلكي المحتوى الذين ينتهوا من الفصل وينتقلوا الى الفصل الثاني او ينتهوا من فيديو وينتقلوا الى شيء اخر لكن بذل اقل من 30 ثانية بعد الانتهاء من الفصل او الفيديو وتذكر نقاطه الرئيسية يحسن الى حد كبير فهمك للموضوع والتزامه بالذاكرة طويلة المدى اذا كل اللي بتحتاجه هو 30 ثانية ثم هناك تقنية فاينمان الشهيرة وربما هي الافضل اذا كنت ترغب في فهم شيء ما لكنها ايضا تتطلب مجهودا كبيرا هي اربعة خطوات اولا خذ شيء ان تريد فهمه ثانيا اكتب شرحا كما لو كنت انت تعلمه لشخص لا يعرف الموضوع اذا اعتبر نفسك المعلم ثالثا كلما واجهتك مشكلة النسيان عد الى المادة واعارض تعلم ثم كرر العملية حتى تملأ الفجوات الموجودة في معرفتك الى ان تتمكن من كتابة شرح من دون الحاجة الى المصدر رابعا واخيرا حاول تبسيط شرحك والتخلص من المصطلحات التقنية واللغة المعقدة حاول ان تبسط الامر لدرجة ان الطفل يمكن ان يفهم ما تقوله للقيام بذلك اوصف عينمان باستخدام الامثلة الامثلة تربط الافكار المعقدة بشيء معلوم وبسيط مما يسهل الفهم ومثلما شرحت في وقت سابق ان الفهم والذكاء يشبهان استثماره وكيف ان عمل الذاكرة العاملة مثل عنق الزجاجة في الذاكرة طويلة المدى اخيرا هناك تكرار متبعد تمرنا لايبوكرة السلة المحترفون عشرات الالاف من الساعات على مدى سنوات عديدة حتى يصبحوا ويبقوا محترفين لماذا لا نفعل ذلك بالمعلومات؟ احد الاسباب الكبيرة هو ان الناس يفترضون ان الدماغ هو جهاز كومبيوتر بمجرد حصولك على المعلومات ستكون هناك الى الابد لكن الدماغ يعمل مثل العضلات وليس مثل الكمبيوتر ومثل اي عضلة يحتاج الدماغ الى التمنين بمعنى اخر كلما استرجعت معلومات كلما استخدمت الخلايا العصبية المخصصة لها كلما زارت قوتها واصبحت الذاكرة الخاصة بك وفهم تلك المعلومات اكبر قوة اذا انت تستثمر في دماغك التكرار المتباعد يقوي تذكرك للمعلومات عبر استرجاع المعلومات على مدى فترة طويلة من الزمن اذا كنت تقرأ ثم تسترجع المعلومات او تستعمل تقنية فاينمان على المفاهيم الاساسية من الدروس وتباعدهم لمدة ثلاثة ايام على مدار بطعة اسابيع ينتج عنه اكبر قدر من الاحتفاظ بالذاكرة يعني لو انت بدك تحفظ شغلة 100% لازم تستعمل كل التقنية قد تستغرب قراءة نفس الشيء مرة اخرى استرجاع نفس المعلومات مرة اخرى عمل تقنية فاينمان مرة اخرى على مدى فترة طويلة من الزمن لسوء الحظ هذا هو الواقع اذا كنت ترغب في فهم شيء ما على المدى الطويل في الحياة لا تحتاج الى ان تحفظ وتفهم كل شيء يأتي في طريقك هذا سخيف ولا تحتاج الى تيارات المعلومات التي لا تنتهي ما اتمنى ان افعله اكثر من مرة هو ان اقضي وقتا اطول في التفكير في شيء مهم بالنسبة لي بدلا من محاولة استيعاب اكبر قدر من المعلومات فقط لانسى معظمها مهمتنا هي ايجاد بعض الاشياء الذكية التي يجب القيام بها وليس مواكبة كل شيء في العالم بكتاب The Shallows يقول كريستوفر شابريس عالم نفسي بكلية الاتحاد وفائز بجائزة نوبل يلعب الانترنت لميلنا الطبيعي الى الافراض في التقييم ما يحدث لنا الان انحيازنا نحو الجديد قوي ويدفعنا نحو التافه وليس الاساسي اذا حافظ على ذاكرتك وحافظ على المعلومات التي تهمك وابتعد عن الاشياء التي لا تهمك واستثمر بذكائك وبفهمك وبدماغك وكما يقول احمد شوقي العلم يرفع بيتا لا عمادة له وانت ان شاء الله اهل العلم وابدعي لكم من كل قلب الله يوفقكم ويهديكن للي فيه خير ويبعد عنكن كل شهر وشكرا كتير للكن لانكن شاهدتوا حدرس معي حطيت فيه كتير من الوقت كان من هيك ما قدرت نزل الفيديو نهاري السابت وبتمنى تكونوا استفدتوا كان فيه كتير حكا وكتير معلومات بس عندنات حسات انه تستفيدوا من الموضوع وخاصة انه فيه كتير ناس تبعت لي انه مشكلتهم انه ما عم يقدروا يتذكروا دروسي او فيديواتي فبتمنى يكون فاتكن هالفيديو وبتمنى تستعملوا التقنيات اللي حكينا عنا بهالفيديو وبشوفكن ان شاء الله بالدرس المقبل كان معكم نور السلام عليكم مبارك برافو عليكم وصلتوا لأخير الفيديو هيدا أحدث درس وهيدا الفيديو اليوتيوب بيمفحك تشاهده وما تنسوا تعملوا سبسكرايب عبر الضغط على الدائرة ثم الضغط على زر سبسكرايب وشكرا كتير للكن ترجمة نانسي قنقر